ومسألة تفريغ السدود قبل وبعض الحالات المطرية تكون بالتعاون ما بين وزارة الطاقة والبنية التحتية مع الشركاء المحليين والأزمات وطوارئ في كل إمارة هذا ما أكده رئيس قسم تشغيل وصيانة السدود بالوزارة المهندس عبد الرحمن الهرمودي وأضاف الهرمودي في تصريح خاص لإخبار الإمارات أن مسألة التفريغ يتم في تأكد بشكل كبير من سلامة المناطق السكنية القريبة من السد نحن كوزارة الطاقة والبنية التحتية نقوم بالاستعداد للحال المطرية أن يتم التنسيق مع الجهات المحلية ومع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث فقبل لا يتم تفريغ أي سد يتم التنسيق مع الجهة المحلية أن نتأكد أن المنطقة خلف السد ما تتأثر أن الأمور كلها تكون مناسبة للتفريغ التدريجي وما يتم التفريغ بشكل مفاجئ نقوم بالتفريغ قبل الحال المطرية وبعد الحال المطرية قبل الحال المطرية أولا نخفف الضغط على جسم السد ونحمي الهيكل الإنشائي لجسم السد بالإضافة أن نخلي بحرط السد جاهزة لاستيعاب كميات جديدة بمياه المطار ونفس الوضع يكون بعد الحال المطرية لنفس الأسباب